كاميرا اثنين تلاتة اربعة مش بكتر الكاميرات والله يعني انا عن تجربة جربت جهاز بالكاميرا وجهاز بالكاميرتين وجهاز بتلاتة وجهاز باربعة وفي انتظار ان انا اجرب الاكتر هو تريند انا مش فهمه بس خلينا نتكلم عن اول جهاز باربع كاميرات في مصر اول جهاز اعتقد اربع كاميرات خلفية واعتقد هيكون اول يعني ان هو اول جهاز عالميا باربع كاميرات خلفية. خلونا نتكلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. النهاردة هتكلم عن جهاز سامسونج اي ناين الفين وتمنتاشر. الجهاز اللي سامسونج بتحاول ترجع للسوق بجهاز جديد. بحاجة جديدة بترند جديد. لقيت ان السوق بيتسحب منها شوية شوية من شركات ترعي جديدة. يعني كان زمان من فترة التنافس موجود في شركة سامسونج وشركتين تلاتة جنبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع دلوقتي مجموعة شركات في تنافس قوي. التنافس بقى تنافس سعري اكتر منه تنافس امكانيات. الشركات التانية بتعرض امكانيات عالية. بتعرض حاجات كتير قوي بمقابل قليل. فسامسونج كان لازم تزهر بترند جديد او بشيء جديد يرجعها للمنافسة. فظهرت علينا سامسونج بفئة الاي الجديدة في الفين وتمنتاشر. باي سيفن الفين وتمنتاشر. بتلات كاميرات واي ناين الفين وتمنتاشر باربع كاميرات. طيب. هل الكاميرات دي مفيدة ولا لا? هل كتر الكاميرات لي لازمة? هل فعلا ترند وخلاص? ايه الموضوع? ده ما احنا شايفين بيجي بشاشة ستة وتلاتة وعشرة بوصة. اه بدقة فول اتش دي بلس. وشاشة سوبر اموليد اللي هي مشهورة بيها سامسونج. طيب. اه هل الجهاز هدينا جديد ولا لا? هنشوف. جهاز بيجي بكسافة بكسلات تلتمية اتنين وتسعين بي بي اي في الانش. جهاز بيجي باندرويد اوريو من العلبة. وبيجي بمعالج سناب درجون سوتمية وستين سوماني النواة. اربع عنوية منهم بتردد اتنين بوينت اتنين. واربع عنوية بتردد واحد بوينت تمانية. وبيجي بمعالج رسوميات ادرينو خمسمية واثناشر. وكاعتاد الجهاز كويس ولكن مش ده المكونات الداخلية لجهاز تمنوا عشر تلاف وخمسمية جنيه. ده الواقع او الحقيقة اللي قدر اقولها. مش ده المكونات الداخلية لجهاز قمته عشر تلاف وخمسمية جنيه. لكن هما بيعتمدوا على اسم سامسونج. لكن ما يكونش المبلغ للدرجة دي. جهاز الحقيقة بيجي بنسخ قليلة جدا. هما نسختين. نسخة ستة رام مية تمانية عشرين جيجا. ودي اللي نزلت مصر وموجودة في سوق المصري. ونسخة تمانية رام ومية تمانية عشرين جيجا. ودي ما نزلتش غير عالميا او موجهة للدول. مش دي نزل الشرق الاوسط في العموم يعني مش نزل الشرق الاوسط. موجهة للفوريست وهونج كونج وتايوان والحيطة دي. فدي مش 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 طبعا. حنيجي بعد كده نتكلم على الكاميرات وهي الجزء الاهم في الجهاز. جهاز بيجي باربع كاميرات خلفية. كاميرا اربعة وعشرين ميجا بيكسل بفتحة عدسة واحد وسبعة. وكاميرا تمانية ميجا بيكسل بفتحة عدسة اتنين فاصلة اربعة. وكاميرا عشرة ميجا بيكسل بفتحة عدسة اتنين بوينت اربعة. وكاميرا خمسة ميجا بيكسل بفتحة عدسة اتنين حقيقة الكاميرات وظيفها متعددة يعني الكاميرا الاولى دي للتصوير كاميرا التانية للويد انجل الكاميرا التالتة للمونو كروم الكاميرا الرابعة للديب سنسور فبيديك تجربة في التصوير المفترض انها تجربة مميزة لكن على ارض الواقع لقيت ان الكاميرات عادية جدا والجهاز مديك تجربة عادية جدا في التصوير وده اللي احنا نفسي مستغرب منه بس اللي انا اتوقع ان سامسونج هتلحقه في بحق تحديث وهتزبط الكاميرا عن كده لان الكاميرا تحتاج تطبيق عن كده شوية لازم الجهاز يكون فيه يعني تعديل في صوبت وير الكاميرا شوية ان هو يتزبط عن كده الجهاز مديك اوپشنز كتير في التصوير وكل حاجة ولكن يعني مثلا مفيش اااااااااااااااااااااه اوتو فوكس في الصور الوايد أنجل ما بيمتلكش اوتو فوكس ما بيمتلك تعمل فوكس على الشخص اللي انت بتصوره ويديك الخلفية من وراه ويد لكن الجهاز بيديك كاميرا عادية مش كاميرا الجهاز ب10,000 جنيه مش كاميرات الجهاز فيه أربع كاميرات يعني ده الشي اللي أنا استغربتله بصراحة فيه تجربتي للجهاز بالنسبة للكاميرا الأمامية هي كاميرا 24 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 بصراحة بتديك أداء كويس أنا شايف نهاية بتديك أداء كويس والعزل بيجي مقصوص كويس بالنسبة كويسة قوي بالنسبة للكاميرا أمامية ولكن برضو مش دي كاميرا أمامية بتاع الجهاز 18,500 جنيه بصراحة أنا شايف أن جزء الكاميرا في الجهاز ده هو جزء دعائي فقط مش بالدرجة القوة أن يكون جزء قوي يعني بالدرجة المفروض يديه لي جهاز ب10,500 جنيه وبأربع كاميرات خلفية وكاميرا أمامية يعني نقطة الكاميرا بصراحة أنا مستغرب لها مش مدياني الأداء اللي أنا كنت متوقعه بصراحة من كاميرات الجهاز ده لأن في الـ A7 قولنا أن الجهاز فيها متوسطة وهو مديك الكاميرات دي كجزء دعائي علشان تكلفة الجهاز قليلا لأن الجهاز ده تكلفته السعرية عالية المفروض أن أنت تديني أداء عبقري مع السعر ده وده اللي أنا ماخدتهش يعني ممكن يكون الأداء كويس مش هقولك الأداء وحش أو الأداء سيء ولكن الأداء كويس مش أداء جهاز ب10,000 جنيه أو 10,500 جنيه في الفئة السعرية دي المفروض أن أنا لاقي كاميرا كويسة جدا لأن هذا الجهاز يعتبر قريب من الـ Hi-End Hi-End في شركات تانية وقريب من الـ Hi-End بالنسبة لسامسونج وسائل الحماية في الجهاز ده لأول مرة سامسونج بتحط البصمة بشكل مربع في الخلف يعني سامسونج عادة بتحط البصمة كانت بشكل مستطيل أو بـ هو الشكل المستطيل اللي كنا معتدين عليه من سامسونج كان ده الشكل اللي سامسونج منعتد عليه منها إن هي الشكل المستطيل الخلف تحت الكاميرا لكن هنا جايبها الكاميرا في الناحية اليمين للجهاز وجايبها البصمة في النص فدي مديها شكل جديد من سامسونج وده هنشوفه كتير في أجهزة جاية كتير لسامسونج هيبقى نفس الشكل بالنسبة للبصمة الشكل ده الجهاز وسائل الحماية فيه زي ما قلنا البصمة وبصمة الوجه اللي بتعمل اللي بتشتغل بشكل جيد جدا مش هتكون مدقيقاك إنك وإنت بتجرب الجهاز أو إنت بتستعمل الجهاز مش هتكون مدقيقاك بالعكس هتديك أداء كويس سواء بصمة الصبع أو بصمة الوجه بصمة الصبع فيها تأخير بسيط عن بعض البصامات للشركات التانية ولكن هتديك أداء كويس جدا 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 بالنسبة للبطارية بطارية الجهاز بتيجي بمساحة 3800 ميلي أمبير وطبعا فيها خاصية شحن السريع عايز أقول لك إن 3800 ميلي أمبير دول حيقعدوا لك الجهاز 8 ساعات سكرين أون تايم وحوالي 18 أو 19 ساعة لايف تايم للجهاز وده أداء كويس جدا بالنسبة لجهاز بشاشة 6 أو 3 فالجهاز مش هيكون عندك معا مشكلة في الأداء بتاع البطارية نتكلم بقى في المجمل عن الجهاز أنا مش عاجبني شكل الكاميرات بصراحة مش عاجبني شكل الكاميرات نمرأ 2 عاجبني اللون اللون مميز وجديد بتديوني سامسونج لأول مرة اللون الأزرق اللي هو مدي على أخضر أزرق في أخضر كده فلون طبعا أنا شايفه كويس وجميل جدا نمرأ 3 الحواف بتاعت سامسونج قلت شوية مع أنها في الإصدارات اللي جاية حتقل أكتر فعاجبني حتة إن الحواف بتاعت الجهاز قلت نمرأ 4 البطارية كويسة فالجهاز مديني أداء شكلي وأداء فعلي كويس نمرأ 5 عاجبني إن الجهاز واخد شكل النوت مديك شكل النوت الفان إداشن شوية على النوت 9 مديك التركيبة كاملة على بعضها كنوت فأنت حاسس إن الجهاز بريميوم شوية كماسكة وكشكل بريميوم بغض النظر عن شكل الكاميرات لكن كماسكة وكشكل الجهاز مديك أداء بريميوم شكل بريميوم لكن الأداء متوسط عادي جدا البروستيسور الـ 660 مع سامسونج سريع جدا ومع وجهة سامسونج سريع جدا جدا كمان جهاز كويس مش هقول لك لا يعني مش هتحس بحطة البروستيسور دي إنه هو بروستيسور الـ 660 نازل في أجهزة بـ 4,000 جنيه والكلام ده لا خالص مش هتحس بالإحساس ده خالص ولكن هتحس إنه هو أعلى ولكن برضو أنا شايف إن تسعير الجهاز ده كان المفروض يبقى سعره في حدود 8,000 جنيه على أقصى تقدير ما كانش سعره المفروض يوصل لـ 10,500 جنيه فشايف إن سامسونج ممكن في الفترة اللي جاية هتقدم حاجات أفضل بس تراعي مع وضوع التسعير وسامسونج رايحة في اتجاه تاني حلو إنها بتادي تطور من نفسها في الشكل وفي الأداء ناقص إنها تطور من نفسها في التسعير ويعني شايف إن الجهاز ده معتقدش نحاق مبيعات عالية للسامسونج لإن الجهاز عالي اللي حيتجه للفئة العشر تلاف دي ممكن يزود جزء بسيط ويجيب حاجة هاي اند من سامسونج برضو بشكركم وارب ما كنش طولت عليكم وأرجوك تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك مني الفيديوهات أول بأول ولو عندك أي استفسار أو أي كومنت ياريت تسيبهولي في الكمنتات هنا أو في صفحة الفيسبوك باسم محمد النواوي وشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية وكان معاكم محمد النواوي